اشتركوا في القناة جوانب من واقع الحياة من المهمات التي يقول أن حكومته مكلفة بإيجاد حلول لها يقول يحتاج العراق إلى ثمانية آلاف مدرسة قد يستغرق بناءها سنوات طبعا عراق يحتاج أكثر من ثمان ثلاث مدرسة كل الدراسات تؤكد حاجة العراق إلى 12 إلى 13 ألف مدرسة يعني أكثر من هذا العدد بخمسة آلاف مدرسة عموما فهو يقول أننا نحتاج ثمانية آلاف مدرسة وهذه بناءها يحتاج إلى سنوات طبعا هذه السنوات عندما تنضي أنت التعليم من سيء إلى أسوأ لأنه انت حتى المكان الذي تدرس فيه الطلاب غير متوفر وأنت تضغط على المدارس تضغط على البناء التحتية تضغط على كل شيء على المدرسين والمحلمين وهكذا ويتحدث أنه يعني هذه المدارس ننشئها بالاستثمار هناك ورغم هنا يقول هناك عوائف كثيرة تقف في طريق تطوير الاستثمار طبعا الاستثمار في كل الدنيا وهذا واقع الحال لذلك لا استثماره في العراق يعني لا تنظرون إلى حقول النفط والعقود التي توزحها وزارة النفط على شركات دولية هذا النفط واحد هذه تحتاجها دولي معينة طاقتها وتحتاجها ورشكها ويقاتلوه من أجله ويحموه بجنودهم وطائراتهم وعسكرهم هذه قضية أخرى أما البناء في العراق فهم جاءوا ودمروا العراق يعني الاحتلال الأمريكي دمر العراق هو جاء لتدمير العراق لتدمير الإنسان العراقي فبالتالي العراق بلا بنى تحتية فأنت إذا تحتاج إلى مستثمرين لاستثمار أي قانون الاستثمار أي إطار استثماري يحتاج أولا إلى بيئة آمنة هذا المنطق الأساسي المال مثل ما يقولون المال جبان رأس المال جبان يحتاج إلى تحويط وأمان عالي جدا جدا لكي يقف في مكانه واستثمر صاحب رأس المال لا يضحي بماله فيه على أرض مهتزة وبيئة غير طبيعية وبيئة العراق كلها غير طبيعية وكلها مبتزة وتحكم الميليشيات فأنت أول شرط من شروط الاستثمار غير متوفرة ولا يمكن أن تتوفى لأن العراق محكوم بأحزاب وميليشيات وعصابات فلا يمكن للاستثمار أن يكون آمنة لأنه في بيئة إضافة إلى عدم وجود الأمان فيها فساد عالي فيها عصابات تبتز فيها فاسدة رشاوة يريدون حمايات يفرضون عليك يشاركونك في أرباحك وفي رأس مالك هذه كارثة كبيرة وحثة لذلك رأس المال في العراق الاستثمار في العراق غير ناجح نهائيا ولا أحد يستثمر مشاريع كثيرة لكن لا أحد يستثمر فهذه واحدة من المشاكل البنيوية في أصد النظام هذا اللي قائم منذ عام 2003 لحد الآن هو لا يعطي الأمان لأحد ولا يستطيع أن يوفر الأمان يعني لا الدولة تستطيع توفر الأمان هناك شركات حطة نفطية عشائر وعصابات وميليشيات هاجمتها نهزموا ما قدروا يصندون جهديدات دولية ودخلنا بغير قضية وتوسلات ودفع أتاوات يلا رجعوا إلى مكانهم فكيف مع استثمارات في بناء ومدارس وما أعرف شنو لا يمكن هذه القضية إضافة إلى هذا أنت لديك ستة إلى سبعة مليون موظف هذه الأحزاب وهذه القوى الميليشيات توظفت كل ناس حتى تجمعهم حتى يكونون جمهور هذا واقع الحال هذا ليس انتقاصا من الناس ولا انتقاصا من الوظيفة ولا طلبة من الناس أن تتوظفون لا هناك خلل في التوظيف هناك خلل في التخطيط هناك خلل في رسم السياسات العامة للبلد والسياسات الاقتصادية والسياسات الأمنية وكل شيء فكارثة كبيرة وهناك فوضى فبالتالي أنت ستة إلى سبع ملايين موظف في العراق تصرف عليهم شهريا ما لا يقل عن سبعة مليار دولار وانت تعتمد على سلعة هي النفط سلعة قابل سعرها قادر أن تتحكم بسعرها قابل الارتفاع والانخفاض بصرحه وانخفض إلى العشرين وارتفع الآن فوق المية وقد ينخفض إلى الستين والخمسين والاربعين في أي لحوة وبالتالي مع انخفاضه سيؤدي لك أنت في ارتفاعها لم تستفد وغير قادر أن توفر الآن مع تخفيض سعر الدولار مقابل الدينار الموازنة الآن كارثة بها بها عجز أكثر من سبعين خمسة سبعين بالمية أن تستطر إلى الاقتراض من الداخل للخارج والقروض هذه ستزداد على العراق والعراق يعني مطلوب رغم كل هذه الثروات مطلوب مليارات عشرات المليارات وكثير من التقاري التحجث أن المبلغ المطلوب والعراق يعني يقترب من 200 مليار دولار وهذه كارثة محمد الشاع السوداني رئيس الوزراء الحالي يقول يجب دعم المستثمير لتقليل إجراءات البيروقراطية لدفع العملية الاستثمارية يعني هي المشكلة لإجراءات البيروقراطية ليست هذه المشكلة مشكلة توفير الأمن قضاء على الفساد القرار قضاء على الرشوة تفهم عملي تفهم لماذا نستثمر وكيف نستثمر ومن أجل ماذا تخطيط مضبوط للإستثمار هذه يعني كارثة ف نحن في بالموازنة هناك نفقات يسموها نفقات تسير الأمور يعني نفقات يعني جانب النفقات العادية اللي هي النفقات التي تدفع الحكومة من أجل استمرار عمل مختلف الأجهزة المؤسسات رواتب محرك منه خدمات صيانة ماذا شنو الشراء سيارات مع هذه وجانب استثماري شوف التخصيصات بين هذا الجانب بين اشقد اشقد النسبة لإستثمار لا يوجد شيء لأنه بالجانب التسير النفقات التسير بالنفقات أنت تحتاج إلى مبالغ أنت عندك عجز لا تستطيع أن توفرها أنت سنويا واردات واردات العراق كلها لا تتجاوز 100 إلى 120 مليار دولار مع أنه يصدرون 4 ملايين وكثر من 4 ملايين برميل سعر البرميل وكذا تأتي هم يقولون وزارة النفط تقول وإحنا كل الفلوس نتيجينا من النفط ما عدنا غير يعني البعض يقول لك 5% 3% كذبه ليس لدينا إلا النفط فبالتالي أنت تدفع بحدود 80 مليار دولار فقط رواتف سنوية ما الذي يبقى أنت يجب من هذا المبلغ الباقي 40 مليار أو 30 مليار تدفع ديون يون وديون واجبة تدفع خدمات الديون يجب أن تدفعها وتطل الميليشيات وتنطل الحكومة وتنطل يا حيوان ولا تخلي نذني وبالتالي أنت عندك عجز كبير يجب أن نستد بالاقتراض والاقتراض الداخل والخارج مصيبة كبيرة ف هي أهداف كل موازنة في الدنيا كلها هي النمو الاقتصادي تحقق نمو الموازنة تحقق نمو ترفع ناتج المحلي يرتفع وهذا يعني موازنة المصالح العامة رفع مستوى المعيشة للمواطنين هذا كل جزء من الموازنة جزء من أهداف الموازنة قضى على الفقر قضى على الأممية البطالة توفير الحاجات الأساسية للمواطنين من سكن ورعاية صحية وطعام للمواطنين وخدمات وطرق وهذا كل وعادة توزيع الدخل من أجل تحقيق المصاوات تمويل المؤسسات العامة وتحسينها وتطويرها وإدارتها وتقديم خدمات المواطنين للبلد هذا كل جزء من الموازنة يحسب وإحنا ما عدنا كل هذه الرؤية ما عدنا كل هذه الأهداف فكيف نبني 8000 مدرسة وسيزيد العدد هو العدد من البداية هذا غير العدد الحقيقي وتحدثنا والدراسات كثيرة تحدث عن 12 إلى 13 ألف مدرسة نحتاج مع أنه حتى لو سلمنا بهذا العدد 8-3 مدرسة هذا العدد سيزداد السنة القادمة إلى 10 ألاف مدرسة وهكذا ويزداد لأنه ما نقدر نبنيه هو يقول تحتاج إلى سنوات وتحتاج إلى استثمار واستثمار لين يأتي وزيرة المالية الحالية تقول في هذه الحكومة تقول الاقتصاد العراقي يعاني من مشكلات هيكلية مزمنة ومشكلة ارتفاع سعر الدولار تمت إدارتها حكوميا وشعبيا شعبيا الشعب هو تحمل المصيبة تحملها بالارتفاع والانخفاض ومصيبة مصيبة والإدارة الحكومية ما زالت تتوسل بأمريكا والقضية ما زالت معلقة والقضية العراق ورقة في أصل الصراع بين واشنطن وطهران وهذه قضية أخرى وتقول نحن بصدد انهاء العمل بالموازنة الاتحادية لعام 2023 حتى لو انهيت حضرت هذه الموازنة وماذا يعني سيتكرر نفس الحال الفقر سيزداد البطالة ستزداد الأممية ستزداد الخدمات ستنعدم وبالتالي نحن أمام كارثة كبيرة والتعليم سيزداد سوءا وعدد المدارس التي نحتاجها تزداد من 8000 وماذا يتحدث رئيسي بصراع الحالي إلى 10.000 أو 12.000 وهي عدد الآن أكثر من 12.000 إلى 13.000 مدرسة وهكذا سنجد نفسنا لأن هذه المدرس حتى الموجودة الآن هذه ستعرض إلى الاندثار وبالتالي تحتاج إلى إدامة تحتاج إلى صيانة تحتاج إلى مدارس جديدة وهكذا ستضاف أعداد والأعداد الطلبة سيزدادون النمو السكاني في العراق هائل سيزدادون وبالتالي وأنت تقول أنه ردنا بني بلد جديد يجب أن نشجع على التعليم معلمية وعندنا 7.000 8.000 ملايين أمي فبالتالي نحتاج إلى مدارس أكبر وأكثر وهذه هي الكارثة هذا وضع العراق الاقتصادي والاستثماري والتعليمي مع الأسف الشديد ووقت هذه الحلقة والأسلام عليكم